اهلا بكم يا حبيب الحلوين على قناتنا اراميديا بي بي وحشتوني اوي انا جاي احكيلكم النهاردة عن قصة جميلة جدا اسمها قصة الدجاجة طيبة كان يا مكان يا ما يحلى الزمان كان في فرخة طيبة اوي 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 كانت عيشة مع اطفالها الحلوين جوه حظيرة صغيرة الحظيرة دي كانت موجودة جوه مزرعة كبيرة اوي ووسعة جدا جدا ومليانة اشجار وزرع بس المشكلة ان المزرعة دي كانت قريبة اوي من المدينة وفي يوم من الايام صحيت الفرخة من النوم بدري زي عادتها وفضلت تنظف البيت بتاحها وحضرت الفطار لاطفالها الحلوين وبعدين قررت انها دنس للسوق علشان تشتري طلبات البيت قامت غيرت هدومها ووسط اولادها اني محدش يطلع بره البيت نهائي وقالت لهم كمان اني لو اي حد خبط على الباب اوعو تفتحوه خالص والعبوا مع بعض يا حلوين لحد ما ارجع من السوق واول ما خرجت جاية عد الشارع راحت شافت فلاح راكب الحمار بتاعه وماسك في ايده سلة كبيرة مليانتين وجاي نحيتها بسرعة كبيرة قوي الفرخ خافت جدا ورجعت بسرعة على الرصيف تاني لحد ما الفلاح يعدي بالحمار بتاعه وبعد ما عد الفلاح حاولت الفرخة تعدي تاني واول ما مشي الخطوتين شافت مجموعة اطفال جاية نحيتها بسرعة كبيرة قوي رايحين على المدرسة بتاعتهم وهم مبسوطين وفرحانين راحت الفرخة رجعت بسرعة على الرصيف لحد ما الاطفال تعدي وبعد ما عدوا الاطفال فدلت الفرخة تبص يمين وشمال وفوق وتحت وقامت متحركة من على الرصيف علشان تعدي وتروح السوق وهي بتعدي شافت اوتوبيس كبير قوي كان بينقل عمال رايحين المصنع بتاعهم في المدينة الفرخة خافت جدا من سرعة الاوتوبيس اللي عد بسرعة رهيبة من قدامها وقفت الفرخة مخطوفة قوي وخدت نفسها وحمدت ربنا ان ما حصل لهاش حاجة بصلت الفرخة حواليها راحت شافت ستة كبيرة بتجرب ايدها عربية بيبي صغيرة الفرخة عرفت انها ام عايزة توصل او البيبي بتاعها للهضانة علشان تلحق تجري تروح على شغلها راحت الفرخة وقفت على جنب علشان الام والبيبي عدوا طريق وبعدها قامت الفرخة عدت الطريق بسلام وامان بعد ما وصلت على الرصيف الثاني الفرخة بصت على بيتها علشان تطمن عليه راحت شافت قطة صودة كبيرة قوي مشى بسرعة نحية البيت الفرخة خافت على اولادها جدا راحت رجعت بسرعة رهيبة للبيت ولقيت اولادها الصغيرين بيلعبوا مع بعض قامت الفرخة فرحت من قلبها انهم كويسين وحمدت ربنا وقامت ندهت عليهم وحكت لهم على القط الكبير اللي شافته واللي حصلها وهي بتعدي الطريق وقابوا كلهم يضحكوا وشكروا ممتهم على حمايتها ليهم وعلى قلبها الطيب الكبير وتوتا توتا خلصة الحدوتة حلوة ولا من توتا اشتركوا في القناة